لم تعد دول مجلس التعاون الخليجي جنة الضرائب كما كانت سابقا فقد بدأت اليوم كل من الإمارات والسعودية بتطبيق اتفاقية ضريبية هي القيمة المضافة على معظم السلع الاستهلاكية بما فيها وقود السيارات والكهرباء والغاز الطبيعي كانت دول مجلس التعاون الخليجي اتفقت على استحداث هذه الضريبة وهي ضريبة الاستهلاك العام القيمة المضافة لتفرض على معاملات استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع ومن المتوقع أن تلحق دول أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي بالإمارات والسعودية فلنرى معا سيداتي سادتي من هي السلع ما هي السلع التي ستفرض عليها ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% ضريبة القيمة المضافة ستكون أيضا على الوقود والمشتقات النفطية والغاز المحلي أما بالنسبة للعقارات فستكون مفروضة 5% أيضا على تأجير وبيع العقار التجاري بالنسبة للعقار السكني لن تفرض إلا فقط على البيع بالنسبة للفنادق والوحدات السكنية المفروشة هناك أيضا 5% بالنسبة للتعليم الأهلي الخاص وكل هذا سيفرض عليه مثل هذه الضريبة الحكومي سيبقى خارج الضريبة الرعاية الصحية الضريبة لن تشمل المراكز الصحية العامة ولكنها ستفرض على المراكز الصحية الخاصة المستشفيات الخاصة أيضا على الأدوية غير المدرجة في قائمة الأدوية الرسمية لوزارة الصحة وعلى منتجات التأمين بما فيها التأمين الصحي ما عدا التأمين على الحياة فليس عليه ضريبة الذهب والفضة والبلاتين مستوى النقاء أقل من 99% باختصار الذهب المصاغ عليه ضريبة الذهب السبائك فلن تفرض مثل هذه الضريبة عليه ضريبة القيمة المضافة ستفرض على الاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الإلكترونية أيضا على حساب تويتر الخاص بضريبة القيمة المضافة في السعودية نشرت بالتفاصيل أسعار وقود السيارات بنزين 91 كانت منه 3.4 ريال في السعودية أصبح الآن 1.37 أي هي بزيادة مقدارها 82% كذلك بنزين 95% وصل سعره إلى 2.04 هللة أتحدث عن ريال كيف كان سعره؟ كان 0.90 إذا أردنا أن نعادل الارتفاع الارتفاع 126% 95% الآن كل السيارات تعبئ بنزين 95% القليل منها يعبئ 91% أيضا نشر الحساب أيضا كيف ستكون الغرامة على من يتخلف عن سداد هذه الضريبة للقيمة المضافة أو في حال عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد هي من 5 إلى 25% نشر موقع الحكومة أيضا المتخصص بهذه الضريبة الجديدة صورة توضح نسبة الضريبة حول العالم نحن في بريطانيا هنا نسبة ضريبة القيمة المضافة 20% الأكثر مثلا في إيطاليا في مصر هناك 10% أو 13% أما إذا أتينا إلى سعودية انظروا أين هو 5% فقط إذن معارضون تحت هاشتاغ الراتب ما يكفي والحاجة وضريبة القيمة المضافة غردوا ببعض التغريدات من هذه التغريدات ما قال به محمد الشريف حينما نشاهد حشود الناس على محطات الوقود في هذا الوقت ليتداركوا السعر القديم قبل الارتفاع يجعلنا نفهم معنى لقمة العيش كائدة فالريال الواحد يصنع فرقا عند الكثير بينما من يسمي نفسه على تويتر بندر يقول الراتب ما يكفي الحاجة عند ضريبة القيمة المضافة يذكرونك بأوروبا وعند طلبك بالمساواة بأوروبا يذكرونك بسوريا عسكر بن سلطان الميموني يقول رسميا رفع أسعار البنزين قلص من مشاويرك يعطي نصائح قلص من مشاويرك الغير ضرورية ولن تشعر بالفرق والمحلات القريبة في الحي رياضة ماشي صحة لجسمك وتوفير المال شكرا على هذه النصيحة في جو ترتفع فيه درجة الحرارة إلى خمسين درجة معنا من جدة حسن الصبحي رئيس قسم الاقتصاد في جريدة المدينة مرحبا بك سيد حسن قد يتساءل الكثيرون لماذا لم تفرض مثلا قطر الكويت عمان ضرائب مثل القيمة المضافة لماذا فقط في سعودية والإمارات أهلا وسهلا فيك وفي مشاهدين البي بي سي عموما بالتأكيد أن كما تفضلت ضرار فرض الضريبة القيمة المضافة قرارت تخذ من دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة وترك لكل الدولة أن تختار التوقيت هو التوقيت المحدد 1-1-2018 على كل الدول وبينما باقية الدول لها حرية الاختيار ولها حرية التحديد الموعد المناسب لها في المستقبل لكن أعتقد أن هذا سيؤثر على هذه الدول التي لم تطبق 23 مليار في مجال تبادر التجاري هي العائدات الضريبية المتوقعة من تحصيل ضريبة القيمة المضافة عجز الميزانية الآن لا نتحدث به بالريال إنما بالدولار 52 مليار دولار من أين ستأتي بالباقي الدولة لترميم هذا العجز نعم عزيزي ضريبة القيمة المضافة ليس لها علاقة بتغطية العجز أو لا هي من إيرادات الموازنة هي نفقات وإيرادات دعني أتحدث إذا سمحت فضل إذا سمحت إذا سمحت يعني إذا تجبتني هنا إذا فضل فضل نكسب وقمع بالتأكيد أن العجز الموازنة التقديرية هذا شيء معمول فيه في كل العالم لن تغطيه سواء ضريبة القيمة المضافة أو غيرها من النفقات أو غيرها من الرسوم العجز الموازنة هو هناك نفقات خاصة بمشاريع ومنتجات وبعض الأعمال العملاقة التي تقوم فيها الحكومة السعودية ومشاريع التنموية وأيضا مشاريع البنى التحتية العجز يتراوح أي أن كان ما بين الإرادات النفطية وغير النفطية والإرادات الأخرى كما ذكرت الحكومة السعودية في ديسمبر الماضي أن هناك هدف لأن تكون الإرادات 50% منها من النفط و50% من إرادات أخرى متنوعة سواء من خلال الصادرات السعودية أو من خلال بعض الإرادات الحكومية الأخرى هذه ستقلل من العجز بشكل أو بآخر من جدة حسن الصبحي رئيس القسم الاقتصادي في جريدة المدينة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر